جوز كلامة لأن الأخبار مثل بعضها والأحداث مثل بعضها لك رزق الله وقت كنا ننكت على أنه ما في خبر جديد اليوم كنا الصاعة خبر لأمو بس هيك عنا أخبار تعبي جرائدنا وجرائد غيرنا بس كأنه الأحداث هاي السنة أقل بشوي من السنة الماضية لا حبيبتي مو قال لشي بس الشكل اختلف شو أصدق ما فهمت أصدي أن السنة الماضية كانت سنت القصف والتدمير هاي السنة سنت الكيماوي والتهجير وصار عنا تامي لكل سنة كمان ايه نعم سنتي لا أقول أحلى من هيك أنه كل سنة بيقولولك هدول العرفين اللي بيطلعوا على التلفزيون بيحكوا رح تخلص الأزمة بسوريا والناس ما رح تصدق أنه إمتى بدا ترجع على بيوتها وتعيش سعيدة وش بحرفني هاي ايه شو بدهم يعملوا الناس طبعا بيصدقوا لأنه الغريق بيتعلق بأشي دك آخ وآخرتها آخرتها بدا تخلص قد ما طولت بدا تخلص ايه بدا تخلص ونحن بس قاعدين عم نعد سنين ونتفرج عليها كيف عم نضيع عم نضيع من عمرنا ونضيع معه هاد الحكي كتير سلبي أبو فاكر وما بقبله منك فكر بالسنة الماضية قديش عملت إنجازات ونجاحات بشغلك وبحياتك وبعلاقاتك مع الناس اللي حواليك رح تلاقي عندك أرشيف من حق أي إنسان يفتخر فيه بعدين لا تفوت عالسنة الجديدة وانت متشايم مشان ما تسحب معك السنة كلها هيك دخلك من وين بده يجيب الواحد التفاؤل إذا الكهرباء بتنقطع نص النهار والمي بتنقطع النص التاني والأسعار كلمالة عم تضاعف من وين فاهميني بيجيب التفاؤل من إنجازاته وإنجازات الناس اللي حواليك شف لي كم سوري نجح ونشهر اسمه خلال هالسنة الماضية وكم سوري تفوق بشغله ودراسته وكم سوري اخترع اختراعات جديدة وكم 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 هادول ما بيكفوا لانتفاقال لك بيكفوا بكفوا بس أنا شكلي داي خلقي وماليل ماني حابب بخلص هالسنة عضو الشمعة ها هيق جات الكهرباء بسط لاشوف بتصدق لك مجوزيف ما في شي بيأسر على مزاجي مثل الكهرباء ايه معناها تفقل على ضو وفود عالسنة الجديدة برجلك اليمين جوس كالان